اكد الرئيس الايراني حسن روحاني في تصريح له دعمه للنظام القطري جاء ذلك بعد كشف وكالة باء فارس الايرانية ان قطر طلبت من ايران زيادة حركة الملاحة بين ميناء بشهر جنوب ايران وحمد في قطر وقال مساعد رئيس مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية هادي حقشناس ان طهران وافقت على الطلب القطري وبدأت عملية تصدير واستيراد البضائع حيث يجري نقل المنتجات الزراعية عبر ميناء بشهر الى ميناء حمد القطري بوصلة عنق الزجاجة التي يبحث عنها نظام الدوحة منذ بداية ازمته خسيرها عندما تآمر على اشقائه بثمن بخص وغدا منذ اندلاع الازمة يتخبط شرقا وغربا يشكو ما اسماه كذبا حصارا مزعومة ويبحث عن مخرج له يقيه ويلات فضائح دعمه وتمويله للارهاب فلم يجد من يعينه سوى شريك الخطيئة والارهاب نظام الولي الفقيه ومن لف لفه وتاجر بقضايا الامة ودماء الابرياء فقد عاد النظام القطري بعد ان قاطعه الجميع اتقاء لشره ليناشد نظام الولي الفقيه ويستجدي دعمه الذي اعلنه الرئيس الايراني وان يزيد من حركة الملاحة بين ميناء بشهر جنوبي ايران وحمد في قطر تهران التي اثقل كاهلها ما تعانيه من اوضاع داخلية وخارجية غير مسبوقة نظرت في الطلب القطري ووافقت عليه وفعلت عمليات تصدير واستيراد البضائع وتم التعاون بين الميناء بناء على التعاون التاريخي بين العاصمتين في العديد من الملفات وعلى رأسها ضمان استمرار وجود الميليشيات الارهابية في المنطقة وهذا ما جعل من ايران محطة اللجوء القطرية الاولى والاخيرة على شاطئ الخليج العربي ليست ايران في ظل ظروفها الحالية بالبلد القادر على مساندة قطر فهي الان في اوهن احوالها بعد اعلان الاستراتيجية الامريكية التي تنوي اهلاك الاقتصاد الايراني خلال العام الجاري وفي اغضون ذلك دارت رحى حرب الولايات المتحدة ضد اقتصاد ايران مع اعلان العقوبات المتتالية التي كبلت ايران وطوقت عنق الارهاب الطائفي في المنطقة في طريق الوصول الى غاية عدم حصول ايران على سلاحا نووي واضعاف منظومتها الصاروخية التي تهدد امن المنطقة العربية والعالم وبناء على ما نصت عليه الحزمة الثانية من العقوبات الامريكية على طهران فان اي شركة او دولة تتعامل مع ايران معرضة لعقوبات اقتصادية تفرضها الولايات المتحدة فالى اي نار في ايران تفر قطر من رمضاء ازمتها اشتركوا في القناة